بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً أهلاً وسهلاً ومرحباً بأبنائي وبناتي الطلاب والطالبات من أبناء الصف الأول الابتدائي أسعد بلقياكم في درس جديد من دروس مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية قسم التوحيد وأرحب بكم في مطلع هذا الدرس أجمل الترحيب كما أرحب بالأستاذ عبدالسلام المغينين من لغة الإشارة وإلى بطاقة درسنا لهذا اليوم الصف أو المرحلة الأول الابتدائي الفصل الدراسي الأول المادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية قسم التوحيد وموضوع الدرس معرفة الله عز وجل الذي ينزل المطر وينبت الزرع وإلى أهدافنا التي نسعى للوصول إليها أولاً أن يعدد الطالب أو الطالبة بعض فوائد المطر للأرض والإنسان والحيوان أيضاً أن يربط الطالب أو الطالبة بين إنزال المطر ورحمة الله سبحانه وتعالى أيضاً أن يدلل الطالب أو الطالبة على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل المطر عند بداية كل درس دائماً نحضر جميع الأدوات الخاصة بنا ونحضر الكتاب أولاً وجميع الأدوات التي نحتاجها أو قد نحتاجها حتى تكون بجانبنا فيكون بجانبنا القلم الرصاص والبراية أو المبراه والممحاء والألوان وكل شيء حتى نحتاج قطع الدرس والانتقال لإحضار هذه الأدوات كعادتنا دائماً نبدأ بمراجعة الدرس السابق في الدرس الماضي عرفنا معنى الله الرزاق وفي الدرس الماضي كذلك قمنا بحل نشاط رقم واحد والتعرف على بعض المطعمات في صفحة عشرين كما قمنا بالتروين في نشاط رقم اثنين صفحة اثنين وعشرين وكذلك قمنا بحل التقويم أليس كذلك؟ فدعونا نتذكر بعض المعلومات التي أخذناها في الدرس الماضي الله عز وجل الذي يرزق جميع المخلوقات ولذلك تعرفنا على بعض هذه المخلوقات التي يرزقها الله جل وعلا فهل تتذكرون بعضاً من هذه المخلوقات التي يرزقها الله سبحانه وتعالى؟ جميل أحسنتم عددوا معي أحسنتم الإنسان رائع أحسنتم الحيوان أحسنتم الأسماك رائع الحشرات جميل الطيور كل هذه المخلوقات كلها يرزقها الله سبحانه وتعالى إذن هذا الإنسان والحيوان والطير والأسماك والأسماك من مخلوقات الله الله عز وجل خالق كل شيء تعالوا نعدد أو ننظر لبعض هذه المخلوقات الإنسان خلقه الله جل وعلا الطير الحيوانات الأسد وغيره الفيل وغيره كل هذه المخلوقات خلقها الله جل وعلا هذه المخلوقات تحتاج إلى رزق فمن الذي يرزقه؟ هذه المخلوقات هذه المخلوقات تحتاج إلى رزق فمن الذي يرزقها؟ أحسنتم بارك الله فيكم الله هو الذي يرزقها تعالوا لنتعرف على بعض الأرزاق التي خلقها الله عز وجل لنا وأنعم بها علينا والتي نحبها كثيرا وهي من نعم الله جل وعلا هذه الفراولة مثلا من المطعمات التي نحبها أليس كذلك؟ من الذي خلقها؟ من الذي أعطانا إياها؟ إنه الله هذا الموز أيضا من مخلوقات الله وهذا البطيخ أيضا من مخلوقات الله كلها أشياء نحبها هذه الأطعمة كلها خلقها الله عز وجل ورزقنا بها ينبغي بل يجب إذا تناولنا هذه الأطعمة أن نعرف أنها من رزق الله وأن نشكر الله جل وعلا الذي رزقنا بها أليس كذلك؟ هل تحمدون الله جل وعلا على هذه الأرزاق؟ ما شاء الله عليكم أحسنتم أيضا نريد أن نسأل من الذي يرزق الناس؟ من الذي يرزق الإنسان؟ أحسنتم إنه الله جل وعلا هو الذي يرزق الناس هو الذي يرزق الإنسان الله الرزاق سبحانه وتعالى الله الرزاق هو الذي يرزق الناس انظروا إلى هذا الشاب وهو يشرب الحريب وهو رزق من رزق الله انظروا إلى هذه الفواكه كلها أرزاق من الله من الذي يرزق الحيوان والطير؟ إنه الله الرزاق سبحانه وتعالى إنه الله الرزاق هو الذي يرزق الحيوان والطير أحسنتم من الذي يرزق الناس والحيوان والطير والمخلوقات إنه الله الرزاق سبحانه وتعالى هل هناك دليل على أن الله عز وجل هو الذي يرزق هذه المخلوقات نعم هناك دليل من القرآن على أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق الذي يعطينا هذه الأرزاق جل وعلا قال الله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فهذه الأرزاق من الله هذه المخلوقات سواء كانت قوية أو ضعيفة يأتيها رزقها من الله جل وعلا هل تأملتم في النمل هذا الصغير وهو يأتيه رزقه هل تأملتم في هذه الأطيار وهي تجلس في عشها ضعيفة صغيرة وتأتيها أمها بهذا الرزق من الذي ساق الأم لتعطي هذه الصغار الأطيار الصغار إنه الله الرزاق سبحانه وتعالى وهنا أسألكم نعيد من الذي يرزق الناس والحيوان والطير أحسنتم إنه الله الرزاق جميع الحيوانات والطيور تأكل من رزق الله تعالى نريد أن نذكر أربعة من الحيوانات والطيور أربعة من الحيوانات والطيور أحسنتم أي حيوان تعرفونه؟ اذكروه جميل أحسنتم بارك الله فيكم الخروف مثلا والجمل والببغاء والدجاجة كل هذه الدجاج كلها تأكلوا من رزق الله سبحانه وتعالى الآن وبعد أن راجعنا الدرس السابق دعونا الآن نشراء في درس اليوم فهل أنتم مستعدون؟ في درس اليوم بإذن الله سنتناول ما يأتي أولا تمهيد ثانيا اكتشاف ما في الصورة المعروضة صفحة 24 قراءة الآية الدالة على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل المطر سأستمتع أنا وإياكم بمنظرين نزول المطر ونستمع لصوته أيضا معرفة الخالق الذي ينبت الزرع وسنناقش النشاط رقم 1 صفحة 25 كما سنقوم بحل جميع التقويم والأنشطة انظروا إلى هذه السماء الملبدة بالغيوم انظروا إليها جيدا هل تشاهدونها؟ انظروا إلى هذه الأمطار التي القطرات التي تنزل منها عندما يأمر الله السحب فتتجمع وتغطي ضوء الشمس ويصبح الجو لطيفا وتنزل الأمطار وتروى الأرض وينبت الزرع ويشرب الإنسان والحيوان ويفرح الناس ويأنس وتنزل رحمات الله سبحانه وتعالى عليهم فإنهم يعلمون أن هذا كله من فضل الله جل وعلا كل هذا من فضل الله جل وعلا الذي ينزل المطر ثم تروى الأرض وينبت الزرع كان هذا تمهيدا لكي نبدأ ونشرع في درس اليوم وانظروا إلى الرابط الرقمي في صفحة 24 بإمكانكم الدخول من خلال هذا الرابط لدرس اليوم تأملوا في هذه الصور ماذا تشاهدون في الصفحة؟ ماذا تشاهدون في الصفحة؟ ما الصور التي تشاهدونها؟ رائع ما شاء الله عليكم انظروا هنا قطرات ماء من الذي أنزلها؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي ينزل المطر وينبت الزرع هذه القطرات تجمعت في هذا السد من الذي أمر هذا الماء أن ينزل بهذه الكثافة حتى تجمع في هذا السد؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي ينزل المطر وينبت الزرع انظروا إلى هذه الصور أيضا انظروا إليها الأرض مخضرة ما أجملها ما أحسنها ما أروعها من الذي أنبتها؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي ينزل المطر وينبت الزرع لكن ما الدليل على أن الله عز وجل هو الذي ينزل المطر وينبت الزرع؟ ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن الله عز وجل هو الذي ينزل المطر؟ أحسنتم الدليل على ذلك قول الله جل وعلا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا إذن المطر من أين ينزل؟ حسنتم ينزل من السماء من الذي يأمره بالنزول؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي ينزل المطر وينبت الزرع وبما أننا قد شاهدنا هذه الصور ما رأيكم الآن أن نستمتع سوياً بمنظر نزول المطر ونستمع إلى صوته مستعدون؟ تابعوا معي الآن تابعوا معي الآن من الذي ينزل هذا المطر ما الذي ينزل هناه إنه المطر من الذي ينزله إنه الله سبحانه وتعالى هل تتمنون أن تكونوا في مثل هذا المنظر وتشاهدوا هذا المطر النازل وتستمتعوا بهذا الجمال وهذه الأمطار وهذه الأجواء وتشموا رائحتها وتنعموا بأجوائها أنا كذلك أتمنى ذلك كلنا نحب المطر إذن الذي ينزل هنا هو المطر لكن من الذي أنزله أحسنتم إنه الله الذي ينزل المطر وينبت الزرع سبحانه وتعالى إنه الله جل جلاله هو الذي ينزل المطر وينبت الزرع شاهدنا في الصفحة السابقة التي تعرفنا فيها على أربع صور شاهدنا قطرات الماء وشاهدنا الماء الذي تجمع في السد في صفحة 24 والكتب معكم الآن لكن هناك أشياء صورتان لغير المطر ما الشيء الذي شاهدنا في تلك الصفحة؟ ما الشيء الذي شاهدنا في تلك الصفحة؟ أحسنتم شاهدنا الزرع النابت الجميل الأخضر شاهدنا صورا للزرع والشجر أليس كذلك؟ انظروا للصورتين شاهدنا هاتين الصورتين أليس كذلك؟ هناك زرع وهناك شجر فأين الزرع وأين الشجر؟ أحسنتم هذا هذا هو الزرع وهذا هو الشجر انظروا لهذه الأشجار هذه هي الأشجار وهذا هو الزرع النابت من الذي ينبت الزرع؟ إنه الله الذي ينزل المطر هو الذي ينبت الزرع سبحانه وتعالى إنه القادر الرحيم نزول المطر أيها المباركون الرائعون هو دليل على رحمة الله جل وعلا بعباده فالله عز وجل يرحم عباده فينزل عليهم هذا المطر الذي منه يشربون ويستخدمونه في الطابق ويغسلون ملابسهم ويتنظفون به ويرطبون به أدسادهم كل هذه فوائد كثيرة لهذا الماء قال الله جل وعلا وجعلنا من الماء كل شيء حي فمن الذي ينبت الزرع؟ من الذي ينبت الشجر؟ إنه الله سبحانه وتعالى الله الذي ينبت الزرع والأشجار الله الذي ينبت الزرع والأشجار ماذا لو؟ ماذا لو لم ينزل المطر؟ انظروا هنا لهذه الصور انظروا لهاتين الصورتين إنها صور تمثل الجفاف أليس كذلك؟ تشاهدون ذلك؟ احسنتم صور تمثل الجفاف تمثل القحط تمثل عدام المطر هل تتوقعون أن الحياة هنا تكون حياءة سهلة؟ بالطبع لا لماذا؟ لأنه لا يوجد المطر الذي ينزله الله جل وعلا انظروا هل تشاهدون نباتا في هاتين الصورتين هنا وهنا؟ لا نبات الأرض متشقق هنا والأرض هنا جافة جدا ومن سار بها دون أن يكون معه ماء أو طعام فإنه سياه لك ولا شك لكن انظروا عندما نزل المطار وعندما بدأت الأرض تخضر بدأت الأرض تخضر إذن ما رأيكم؟ عبروا لي عن هاتين الصورتين حتى نعرف فوائد نزول المطر عبروا عن هاتين الصورتين الجافة ثم عن الصور التي بدأ نزول المطر عليها ثم خضرت الأرض ماذا تقولون؟ تكلموا الآن قلوا شيئا عن هاتين الصورتين هذه هاتين الصورتين أو هاتان الصورتان ماذا؟ أحسنتم إنها أرض جافة بها القحط والجفاف ويتمثل عدم نزول المطر وهاتان الصورتان تمثل ماذا؟ الخير والرحمة والجمال ونزول المطر إذن تختلف الصورتان التي في الأعلى عن الصورتين التي في الأسفل ماذا يحدث للأرض إذا لم ينزل عليها المطر؟ ماذا يحدث للأرض إذا لم ينزل عليها المطر؟ ماذا يحدث؟ أحسنتم تصبح جافة يابسة لا حياة فيها وماذا يحدث إذا نزل عليها المطر؟ تصبح خضراء جميلة مليئة بالحياة وتخرج ثمارها إذن كلنا نحب الصور التي في الأسفل الخضراء الجميلة المليئة بالحياة التي بها ثمار وبها جمال وهي تريح العين وتهدئ النفس أليس كذلك؟ إذن من الذي جعل هذه الأرض تخضر؟ إن الله الذي ينزل المطر وينبت الزرء سبحانه وتعالى علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقول دعاء حينما نشاهد المطر بما أن هذا المطر هو نعمة من الله سبحانه وتعالى فعلينا أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة فماذا نقول إذا نزل المطر؟ هل حفظ منكم أحد هذا الدعاء؟ عندما تبدأ الأمطار تنزل فإن المسلم يقول اللهم صيبا نافئا وإذا نزل المطر فإنه يقول مطرنا بفضل الله ورحمته إذن عند نزول المطر أثناء نزول المطر يقول اللهم صيبا نافئا ماذا أقول؟ رددوا معي أقول عند نزول المطر اللهم صيبا نافئا أعيد أقول عند نزول المطر اللهم صيبا نافئا أعيد احفظوه جيدا أقول عند نزول المطر اللهم صيبا نافعا وماذا أقول بعد نزول المطر وأقول بعد نزول المطر مطرنا بفضل الله ورحمته أعيد إذا نزل المطر وتوقف المطر فإننا نقول مطرنا بفضل الله ورحمته عندما ينزل ونشاهد المياه تجري فإننا نقول مطرنا بفضل الله ورحمته نقول ذلك بعد نزول المطر نقول ذلك بعد نزول المطر انظروا هنا كيف تستفيد هذه المخلوقات من المطر ما أجمل هذه الأطيار ما شاء الله إنها جميلة إنها ترفرف فرحة بنزول المطر انظروا لهذه الثمار كيف خرجت بعد نزول الأمطار من الذي جعلها هكذا جميلة إنه الله سبحانه وتعالى الذي ينزل المطر وينبت الزرع إذن كيف تستفيد هذه المخلوقات من المطر نقول المطر يروي الأرض المطر يروي الأرض فتخرج النباتات والأشجار والثمار وتزهر الأزهار ويشرب الإنسان والحيوان والطير والحشرات والكل ينعم ويفرح بهذه النعمة التي هي من نعم الله سبحانه وتعالى الآن وصلنا إلى التقويم من الذي ينبت الزرع والأشجار من الذي ينبت الزرع والأشجار أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم الله الذي ينبت الزرع والأشجار من الذي ينزل المطر من الذي ينزل المطر أحسنتم الله الذي ينزل المطر رائع ما شاء الله عليكم ماذا تقول عند نزول المطر ماذا نقول عند نزول المطر اللهم صيبا أحسنتم اللهم صيبا نافعا ماذا نقول بعد نزول المطر نقول مطرنا بفضل الله ورحمته بارك الله فيكم إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا الدرس وبعد أن قضيت معكم هذا الوقت الجميل وتعلمنا هذا الدرس المفيد الذي تعلمنا فيه أن الله عز وجل هو الذي ينزل المطر وينبت الزرع لا يسعني إلا أن أشكركم بعد شكر الله عز وجل أيها المبدعون والمبدعات والرائعون والرائعات وإلى درس جديد ولقاء آخر وأنتم ونحن في خير وعلى خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته